اللي قدامكم ده دي قصة تانية بقى هات هات الصورة هات هات الصورة مش يحصل حاجة اللي قدامكم ده وليد الركراكي مدير الفني الكبير العظيم اللي شرف كل العرب في كأس العالم مع المنتخب المغربي ووصل الى رابع العالم هذا المدرب المحترم المهزب قال تصريحات النهاردة وفيها اسم منتخم مصر وفيها اسم منتخم مصر بعد ما قالي التصريحات دي فيه ناس على ناس بدأت تتكلم انت ازاي تتكلم على منتخم مصر كده انت ازاي بتحاول تستفزنا انت ازاي بتحاول تقلل مننا انت ازاي انت ازاي انت ازاي مش هعلق ان لما تسمع بنفسك الفيديو وبعد كده ارجع علق يلا بينا انت ازاي ازاي البيوت که سيكون تهياري ازاي 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 متاجر اذا برؤيه ريح امستحر ويمكن انت بغيه متابقه مرة مرة كي يجيلي ديك الشيطان ديلي كيقول يالله نلعبو بحل بريزيل في جوج ديال ديال حشيا في سان پيدرو مرة مرة لعبت 50 ماتشات في الأفريق دربت الفوس لعب دو دمي فنال ديال كوب لكاف دربت الويداد ديال شامпион سيغ كان عرف شنو يتلعب في الأفريق إما في الستوار أن كان كالعب قس كون تقولي إش مين فرقة كانت كاتب ريسي وكادير بلوك أو كاتلعب للكورا ليدات كوب دفريق أنا أتشي إما ديال المغرب بعد من بعد خرجوا ليشي واحد أخرى بلكن كان عرف واحد فرقة لي داتا سبعان مرات داتا سبعان مرات ما صار ما صار وما كيعرفوا كيفاش اديوا ليكوب ده افريقا احنا تابعينهم ان شاء الله طيب لو حضرك مراتش الترجمة اللي مكتوبة اقول هالك انا ويدك راكي مدرب منتخب المغرب قبل مباراة تنزانيا النهاردة قالك ايه انا بقود المغرب منذ عام وبتساءل دايما هل اغير اسلوبي يعني الناس بتسألو هل هتغير اسلوبك قال معرفش لا اعلم احيانا تأتيني تلك الفكرة المجنونة ان العب باسلوب منتخب البرازيل لعبت خمسين مباراة افريقية وبلغت مرتين نصف نهائي كأس الاتحاد الافريقى ودربت الوداد واعرف معنى اللعب في افريقى على مر التاريخ هل بامكانكم ان تخبروني بفريق كان يضغط ويلعب بخطوط متقدمة وكرة جميلة وتمكن بالفوز بكأس الامم ذكروني بفريق غير المغرب قولوا لي يعني المغرب مش خلال المغرب ما بتعافش نعمل مين بقى فريق عمل كده وكسب البطولة قال لكنني في المقابل اعرف فريقا واحدا فقط فاز باللقب سبع مرات وهو منتخب مصر هم يعرفون كيفية الفوز بكأس الامم ونحن المنتخب المغربي سنتبعهم يعني هلمشوا وراهم ان شاء الله اقول لكم حاجة بامانة الله انا سمعت التصرحات دي النهاردة وقاريت الترجمة دي خمس ست سبع تامن مرات ان انا لقي حاجة اجي النهاردة لوم فيها والد الركواجي مش لاقي يعني هو قال ايه غلط معنا برضو عشان ايه طبعا احنا اختلفنا على تصرحات قناحي وقلنا زي قناحي يقول كده وانه اللعيبة بتوع بتاعة مصر يمين وشمال بس الراجل ده والد الركواجي قال ايه غلط ده بالعكس ده بيقول لك مصر كسبت سبع مرات بين قوسين باسلوب وقعي مش بالكرة الجميلة مش بالضغط الامامي مش 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 بس هم بيعرفوا يكسبوا البطولة واحنا هنتبعهم يعني هنمشي على طريقتهم هنمشوا وراهم عشان احنا كمان نكسب البطولة فين الغلط والمناسب يعني ما هو تاريخيا منتخب مصر قيمته الكبيرة انه كان دائما منتخب واقعي مع كل المدربين اللي اشتغلوا معا في بطولات افريكا اللي كسبناها كابتن محمود الجهري والكابتن حسن شحاتة وان شاء الله بإذن الله يعملها روي فيتوريا لازم تبقى واقعي وكوبر لما وصل للنهائي كان واقعي وكيروش لما وصل للنهائي كان واقعي احنا حتى هنا كمصيمة كناش من يموى مستمتعين اوي كابتن محمود الجهري بيحب يدفع اوي كابتن حسن شحاتة التحديدة للاختلاف شوية تحديد في بطولة 2008 احنا فعلا قدمنا مباراة ممتعة جدا بس 2006 كنا حريصين جدا دفاعين 2010 كنا حريصين جدا دفاعية 17 كنا مندفع اوي اللي وصلنا فيها النهائي البطولة اللي بتاعت كيروش كنا مندفع اوي اوي وصلنا للنهائي عشان كده حتى مبلح لو تفتكر قتلك بيتوريا ما يكسفش من الدفاع ما ينبسطش بفكرة ان الجمهور عمالي يقوله اللي انت لأ انت خليتنا نشوف كورا حياله واحسن من اللي كان بنعملها كيروشي الكصة مش كده الكصة انك تبقى واقعي وده بقى اللي قاله بالزبط وليد الركراجي لما قالوله اللعب بقى كورا حلوة ما يخب بالك ما هم كانوا بيقولوله برضو ايه انت كمغرب توصلت الرابع للعالم عشان كنت بتدافع عاوي في كاس العالم بس همش عايزينك تدافع طول الوقت احنا عايزين اللعب ممتعة فقال لهم لا في افريقيا الكصة هزين تبقى واقعي ما بتسنيش مني كورا ممتعة وكورا لطيفة وغير اسلوبي انا عايز ابقى واقع عشان اعمل زي مين زي مصر اللي خادس ابقى بتوقع ده بيقولك النهاردة في المؤتمر انا عايز اقلد مصر اقلد ممتخم مصر فين بقى الناس اللي النهاردة كانوا متضايقين من تصريحات وليد الركراجي والله كان نفسي بقى معاكم يعني ابقى نفسي ماشي في صفوك وكده بس هو فين بقى المشكلة عايز بسكها مش لقيها بصراحة يا وهو يعني لازم برضو اتكلم بمنطقية يعني مش لقيه له حاجة فالراجل اتكلم ده كلام محترم ما قدرش هلوم عليه بالعكس ده كده قدر جدا منتخم مصر بالشكل اللي لازي يقليك بمنتخم مصر ده مقللش اطلاقا بالعكس ده بيقولك احنا المغرب رابع العالم هنقلد منتخم مصر عشان نكسب كاسي لهم الافريقين ماشي حبي تعالق لغوزيلي